من مرسلنا الشريف شعبان من فندلقامة نروح لزميلنا العزيز كريم احمد من ملعب مبران نتعرف على اخر الاجواء هناك سهل الخير يا كريم مسهل الخير عليك كابتن الكبير كابتن ايمان شوقي وكل التحية طبعا لكل جمهور وعشاء ومتابعة قناة الالف في كل مكان الحقيقة كابتن ايمان في البداية كلنا متفائلين ان شاء الله طبعا بمستر بيتسو مسماني المدير الفني الفريق النادي الاهل ان شاء الله يكون اضافة قوية الفريق النادي الاهلي مع الكوكبة الرائعة والمميزة من اللاعبين باذن الله ان يعمل طفرة كبيرة ناصل باذن الله تدريجيا لنهاية بقى البطولة الدورة العام النادي الاهلي ادري ان هو يحسمها قبل انتهاء بسبع اسابيع وايضا كمان بقى البطولة الافريقية اللي عليها تركيز كبير جدا وعايزة تحضيرات فنية كبيرة جدا من الجهاز الفني بالكامل بقيادة طبعا بيتسو مسماني مرحلة مهمة جدا اكابتن ايمن ومحتاجها تكاتف الجميع ومحتاجها تكاتف كل جمهور النادي الاهلي الدعم مطلوب بشكل كبير جدا خلال الا مرحلة القادمة زي ما انتهكدت اكابتن ايمن هو ينقصنا التوفيق الامور كلها ماشية بشكل راعة مطمنة لعيبة تتدربة يكون في خطط ويكون في تاكتك ويكون في حماس ويكون في رؤية لكن ان شاء الله باذنه ينقصنا كل التوفيق وانقص أيضاً كمان الجهاز الفني التوفيق اللي بنأمله بإذن الله الفترة القادمة خطوة بخطوة كده بإذن الله ناصر للمباراة النهائية حلم كبير جداً لكل جمهور النادي الآلي لكن عندنا ثقة في الله طبعاً في البداية وأمل كبير جداً في الجهاز الفني وفي اللاعبين إن احنا إن شاء الله بإذن الله البطولة التاسعة تكون من نصيب النادي الآلي كالعادة طبعاً يا كابتن أيمن مباراة الآلي والمقاولين وزي ما أنت ذكرت أيضاً مباراة غاية في الصعوبة لفريق النادي الآلي نظراً ليه قوة فريق النادي اللي ما قولين عنده عناصر مميزة جداً كابتن أعماد النحاس بيأدي أداء أكثر نراع هذا الموسم فالمباراة فنياً داخل الملعب وخارج الملعب خارج الملعب مع موسماني وأعماد النحاس هتكون فيها أمور فنية عالية جداً وداخل الملعب بها محتاجة جهد كبير جداً من كل لعيب النادي الآلي لكن عندنا غيابات عديدة وعندنا إصابات يعني لكن إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة تكون على قدر المسؤولية كل اللعيب النهاردة تكون مركزة خط الدار عندنا يمكن بيشهد غيابات عديدة سواء معلول محمود وحيد يعني النهاردة كمان يعني هنحاول نشوف نحن برؤيتنا كمان يعني ما تفتح ممكن يكون بيلعب في الباكليفت النهاردة نظراً طبعاً ليه أحاديث مستر موسيماني مع كابتن سامي أمصان وكابتن سيد عبدالحفيز ويمكن أكد أكتر من مرة في المؤتمر الصحفي أنه يستعين بالكابتن سامي وكابتن سيد في يعني حالة اللعبين الفنية ومدى جهازية اللعبين النهاردة إن شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون وهيها لفريقنا في مباراة اليوم إحنا طبعاً متوجدين كالعادة في استاد القاهرة الأمور ماشي بشكل رائع ومطمئن جداً كالعادة تنظيم النادي الآلي الدخول والخروج كل الأمور دي ما بنتشغلش برنا خالص لأن الأمور الحمد لله بكل ماشي بشكل رائع لكن الهدف طبعاً كابتن آيما النهاردة هو أن المباراة تاخد نتيجة إيجابية وأداء لفريق النادي الآلي مع الإصابات كل مرة بنأكد على هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله ببقاش في أي إصابات لفريق النادي الآلي الفترة اللي جاية محتاجة كل لعب محتاجة مجود كل لعب إحنا يمكن المباراة اللي فاتن كان فيه تعمل لعبين غايبين عن فريق النادي الآلي سوال الرؤية الفنية أو الإصابات لكن النهاردة كمان محمود وحيد وربيع والشيخ وأجايب يغيبه عن هذه المباراة لها الإصابات لكن إن شاء الله بإذن الله الاختيار يكون موفق بالنسبة لي الجهاز الفني وبإذن الله النهاردة بإذن الله تلات نقاط يكونون من نصيب النادي الآلي يستطيع النادي الآلي الاستمرار في حد النقاط وأيضاً كمان تحطيم الأرقام القياسية وبإذن الله بقى الأداء تدريجياً حتى مباراة بيرميز إن شاء الله بإذن الله تكون كل العيبة في الفرمال مطلوبة اللي اتطمن كل جمهور النادي الاهلي قبل البطولة الافريقية عود اليك كابتن ايمن وفي الاستفسارات انا معك